بسم الله الرحمن الرحيم اهلا مرحبا بكم معكم مهندس احمد سعد ومحاضرة جديدة من محاضرات اساسيات تصميم وتنفيذ الدوائر المطبع في المحاضرة دي ان شاء الله اللي بتعتبر اولى محاضرات الشرح اللي بجد في دورتنا هنبتدي في التعرف على رموز العناصر الالكترونية وحنشرح ازاي اقدر اقرأ وافهم الرسمة النظرية او الاسكماتيك وانا هفترض انك اول مرة تتعامل مع الاسكماتيك او الرسمة النظرية او اللي ساعد بيسموها مخطط الدايرة او انه مستبقش ليك انك تتعرف على رموز المكونات الالكترونية النظرية اللي بيترسم بيها مخططات الدوائر الالكترونية مخطط دايرة الالكترونية او الاسكماتيك هو رسمة توضيحية بتبين تصميم وتركيب الدايرة الالكترونية ومكوناتها وتوصيلاتها ومرسومة بطريقة تسهل عليك قراءتها وفهمها يعني بتوضح لك المكونات الموجودة في الدايرة عبارة عن ايه متوصل ازاي قيمتها كام وترتبها ايه في الدايرة يعني المخطط او الاسكماتيك ما هو اللي مرجع لك بتستعين به لما تحب تنفز الدايرة عملي وتحولها الدايرة هم يتجمعها من بوردة ومكونات ملحومة فبتستدل منه على مكونات الدايرة وقيمة كل مكون وطريقة توصيله لكنك مش هتعرف منها حجم البردة لما تيجي تصممها قد ايه او شكل البردة هيبقى عمل ازاي لما تيجي تلحمها وتجمعها او حجم وشكل ومقاس المكونات الالكترونية في الحقيقة هيبقى شكلها عامل ازاي وتعالوا نحكي كده مع بعضنا ايه هي قصة المخطط الالكتروني او الاسكماتيك من بداية ظهور الالكترونيكس ومع التطور المستمر اصبح فيه من المكون الالكتروني الواحد اشكال عديدة ومتنوعة فكل لازم يتوجد رسمة او رمز بسيط يدل على كل مكون من غير منبص القيمته او نوعه فمثلا المكسف هنلاقي منه البلويستر والورقي والسراميكي والكيميائي وكل واحد منهم بتصنعه شركة غير التانية بمواصفات واحجاب مختلفة فكل لازم نرسم رمز عام للمكسف والرسم ده يقدر يوضح لك ببساطة ايه هو المكون الالكتروني ده ووظيفته ويعبر عنها ويكون طبعا ساهل في الرسم فاول ما هنبص على المخطط او الاسكماتيك هنلاقي بعض الرموز والبلوكات كل مكون الالكتروني في الرسمة بيتم تمثيله برامز مخصص ليه او بلوك وده في حالة الاي سي وبيكون خارج منه بعض الخطوط اللي بتوضح لك اطراف او رجول الاي سي المستخدمة في الدايلة وكان لازم يكون فيه طريقة نعرف بيها المكونات الايكترونية متوصلة ازاي فاستخدمنا الخطوط المستقيمة وكل خط في الرسمة بيمثل سلك او توصيله بتوصل ما بين اطراف المكونات وبعضها وبسبب ان الخطوط المرسومة كتيرة واتجادها مختلفة فاكيد لازم هيكون في الرسمة خطوط متقطعة وكان لازم يتوجد طريقة اقدر اميز بيها ما بين ان الخطين دول متقطعين وغير متصلين ولا فيه اتصال ما بين الخطين فيكونوا متوصلين ببعض وعشان نميز ما بين الحالتين خلينا الخطوط المتقطعة غير متصلة والخطوط المتقطعة اللي عليها نقطة او ضد تبقى متصلة واكيد الرسمة بالشكل ده لسه موضحتش فكان لازم نكتب قيم المكونات وترتيبها في الدايرة ونوضح برضو ترتيب رجول الائسي وترقيمها وفي الاخر وصلنا لشكل الاسكماتيك النهائي اللي عرفنا من خلاله وضع المكونات وطريقة توصلها ودلوقتي خلونا نبتد نتعرف على الرموز والاشكال النظرية الخاصة بالمكونات الالكترونية اللي بعد ما تحفظ شكلها هتقدر تقرأ وتعرف المكونات الالكترونية الموجودة في مخطط الدايرة او الاسكماتيك عبارة عن ايه واول حاجة هنبتدي بيها هي الوصلات والاسلك في رسمة الدايرة او المخطط او الاسكماتيك بيتم الوصل ما بين المكونات بعضها البعض باستخدام الخطوط والخطوط دي هي اللي بتوضح لك الوصلات الموجودة في الدايرة زي ما سبقوا شرحها والخطوط الموجودة في الرسمة بتكون عبارة عن خطوط مستقيمة وفقية ورأسية يعني ما فيهاش انحناءات وفي المخططات القديمة كان المتعارف عليه ان الخطوط الغير متقطعة هي عبارة عن خطوط غير موصلة والخطوط المتقطعة بيبقى فيها توصيل اما حديثا فاصبح اي خطين حتى لو متقطعين غير موصلين وعشان نقول ان فيه توصيل ما بين نقطتين او خطين فلازم يكون فيه نقطة في مكان التوصيل زي ما شايفين في المخطط فان الخطوط المتقطعة لا تنسل اتصال وفي وجود نقطة فده معناه ان فيه اتصال القدرة او الباور سورس القدرة هنا المقصود بيها الكهربا اللي بتشغل الدايرة وطبعا الناس عارفة انها عشان تشغل اي جهاز او دايرة فلازم يتم توصيل كهربا للدايرة اللي احنا بنسميه جهد التشغيل وجهد التشغيل فيه منه نوعين نوع مستمر DC اختصار لكلمة Direct Current ونوع متغير اختصار لكلمة Alternating Current والرمزين اللي على الشمال بيمثله مصدر لجهد متغير ومصدر لجهد مستمر وبنميز ما بين الاتنين عن طريق العلامة اللي بتترسم جوه الدايرة فبنرسم علامة الاشارة المتغيرة اللي هي عبارة عن سينويف في النص في حالة الطيار المتغير اما في الرمز الخاص بالجهد المستمر فبنرسم اشارة مجب وسالب جوه الدايرة وبنقدر نحدد الفولتية في الرمزين بكتابة الفولت قيمة الطيار جنب الرسمة سواء كان متردد AC او مستمر DC وفيه برضو رمزين زي دول عبارة عن رمز لمؤلد او جينريتور وبرضو فيه منه نوعين مستمر ومتغير ومع رمز الطيار المتغير او علامة الموجب والسالب بيتم كتابة حرف ج جوه الدايرة عشان نقول ان ده مؤلد او جينريتور ايه هي مصادر الجهد المتغير؟ ممكن تكون خارج كهرباء من المصدر العام او من ترانسفورمر سواء كان ثابت او متغير اما مصادر الجهد المستمر ممكن يكون خارج الاطراف مجموعة من البطاريات او باور سابلاي او ادابتور بالنسبة لطريقة استخدام الرمز في رسمة المخطط او في الاسكماتيك ممكن ترسم الرمز زي ما احنا رسمينه او نكتفي بوضع علامة الجهد المتغير في حالة الاسي او اشعارة الموجب والسالب في حالة الجهد المستمر البطارية وهي مصدر من مصادر القدرة اللي بنستخدمها في تشغيل الدوائر الالكترونية ورمز البطارية عبارة عن خطين واحد كبير بيمثل الطرف الموجب واحد صغير بيمثل طرف البطارية الارضي او السالم وممكن نرسم بطارية واحدة او مجموعة بطاريات وكل اللي احنا بتزوده عدد الخطوط في الرمز والرمز ده بنستخدمه مع جميع اشكال وانواع البطاريات ونفس رمز البطارية نقدر نستخدمه مع الخلية الضوئية او السولر سيل ولكن هنزود سهميل للداخل ووظيفتهم ان هما يوضحوا لي ان الرمز ده مش بطارية دي خلية ضوئية بتستقبل الضوء بعد كده معانا اطراف توصيل الجهد في المخطط في الدوائر الالكترونية اللي ممكن تكون معقدة او رسميتها بتتكون من كذا صفحة او اللي فيها مكونات الكترونية كتير مش شرط ان انا اوصل اطرافها مع نفس الخط الخاص بالباور والارضي لكن يكفي ان انا ارسم اي رمز من الرموز الموجودة واللي بتدل على ان الطرف ده متوصل مع خط التغذية الفي سي سي او موجب جهد الباور حتى لو كان مرسوم في صفحة تانية وفيه كذا رمز ممكن استخدمه والرمز ده بيتحدد نوعه وحسب البرنامج اللي انا شغال عليه ويكفي ان انا ارسم اي رمز من الرموز السابقة اللي بتدل على انه في كذا نقطة متوصلة مع بعضيها بالجهد الموجب وزيه بالارضي بالنسبة للرموز المستخدمة مع الارضي فكل رمز من الرموز دي بيدل على نوع مختلف من انواع الارضي فرمز الارضي مثلا بيدل على توصيل الدايرة او الجهاز بارضي الكهربا اللي هو باللاقيه في اي فشة كهربا بيكون لون السلك بتاعه اخضر مخطط باصفر تاني نوع من الارضي اللي هو الجراوند وفي الدواير الاكترونية بيمثل جهد الزيرو فولت الرمز الثالث وهو الكومن جراوند وساعات بيسموه سيجنال جراوند وده بيستخدم لما اجي اربط دواير انالوج بدواير ديشتال وبيمثل جهد الزيرو فولت بين دواير الديشتال والانالوج الرمز الثالث وبيمثل لي ارضي جسم اي جهاز معدني وبستخدم لتوصيل جسم اي جهاز معدني بارضي الكهربا حفاظا على المستخدم من الصدمات الكهربية وابسط مثال جهاز الكمبيوتر لو جسمو مش متوصل بارضي الكهربا واسيبتك وقفت على البلاط مباشرة ولمست الكيسة فاحت الكهرب منو ودلأسف الرموز دي الناس بتستخدمها كلها في رسم الدواير الالكترونية على انها ارضي الدايرة اللي بيمثل 0 فولت فمثلا معظم الناس بتستخدم رمز الارث جراوند على انه ارضي الدايرة الالكترونية لمجرد ان شكله حلو شوية في الرسمة المقاومة وهي من اشهر مكونات الدواير الالكترونية وشغلتها الاساسية انها بتاعوك مرور الطيار والمقاومة لها طريقتين في الرسم الاولى باستخدام النظام العالمي الاوروبي اللي هو اسمه IEC وبيكون شكل المقاومة عبارة عن مستطيل خارج من جنبه طرفين والرسمة التانية باستخدام نظام الرسم الامريكي اللي هو اسمه ANSI او IEEE وهنا بيكون شكل المقاومة عبارة عن زجزج ولما تجي ترسم الاسكماتيك براحتك اختار النظام اللي رياحك في الرسم لكن ما تجمعش ما بين الاثنين في رسمة واحدة وبيتم معرفة قيمة المقاومة عن طريق الكتابة الموجودة جنبها فبيتحدد لقيمتها سواء بيتكتب جنبها رمز الاوم او لا فمعروف ان قيمة المقاومة بتتقاس بالاوم وفي بعض الاحيان حلاء ان الدايرة بتاعتي بتستخدم عدد كبير من المقاومات وعشان اقدر اميز ما بين مقاومة التانية في الدايرة فده بيتم عن طريق اني بميز كل مكون الالكتروني بحرف من حروف اللغة الانجليزية او اكتر فمثلا المقاومة بيترمز لها في الدايرة بالحرف R والحرف R والرقم الموجود جنبه في ايدتهم انهم يعرفوني ترتيب المقاومة في الدايرة طبعا المقاومة ملهاش نوع واحد بس دي ليها انواع مختلفة وطبعا كل نوع هيكون رمزه الاساسي رمزه المقاومة ولكن مضاف عليه الخاصية الزيادة في النوع ده وزي ما قلنا هيبقى برضو فيه طريقتين للرسم مرة بالنظام الاوروبي ومرة بالنظام الامريكي واول نوع من انواع المقاومات وهي المقاومة المتغيرة ودي بقدر اغير قيمتها وشكل الرمز بتاعها بيكون عبارة عن مقاومة زيادة عليه سهم من النص دليل على امكانية التغيير وفي نوع تاني من المقاومات المتغيرة اسمها بوت او بري ست وده عبارة عن مقاومة متغيرة وظيفتها انك تزبطها على القيمة اللي انت عايزها وتسيبها والفرق ما بينها وما بين المقاومة المتغيرة العادية في شكل الرمز ان بدل السهم هو عبارة عن خط وفيه شرطة كده من فوق النوع اللي بعد كده معنا هو المقاومة الضوئية او الLight Dependent Resistor وهي عبارة عن مقاومة ولكن قيمتها بتتغير عن طريق قوة الضوء المسلط عليها ورمزها زي المقاومة العادية ولكن زيادة عليه سهمين للداخل اللي بيمثله الضوء وممكن نلاقي الرمز ملسوم داخل دايرة او من غير وفي الحالتين هو هو نفس الرمز بعد كده معنا المقاومة الحساسة للحرارة او Sermal Resistor او Sermistor ودي زيها زي المقاومة العادية ولكن بيتحدد قيمة مقاومتها بمقدار درجة الحرارة الموجودة على جسمها الخارجي ودي في منها نوعين NTC او مقاومة ذات معامل حراري سالب يعني المقاومة قيمتها بتقل مع ازدياد درجة الحرارة والنوع التاني منها اسمه BTC او المقاومة ذات المعامل الحراري الموجب ودي قيمتها بتزيد مع ارتفاع درجة الحرارة وليها اشكال واحجام كتيرة وبيتحدد النوع ان كان NTC او BTC حسب الكتابة الموجودة جنب الرمز بساعات بيتم كتابة حرف T small وجنبه اشارة موجب او سالب عشان احدد نوع المقاومة الحساسة للحرارة بعد كده معنا نوع من انواع المقاومات اسمه الفراستور وهو اشبه بمقاومة متغيرة بتتغير قيمتها من الميجا اوم الى الصفر في حالة ارتفاع الجهد المطبق على اطرافها وبتستخدم عادتها للحماية من الجهد الزائد في دواير الباور سابلاي زي المستخدمة مع باور الكمبيوتر وبالمناسبة هي من عيلة المقاومة الحساسة للحرارة من نوع BTC والرمز الخاص بها اشبه بمقاومة حساسة للحرارة بس بتتغير من الجنبين وسعاد بيتكتب جنبها حرف U capital في نظام الرسم الاوروبي وحرف V في حالة الرسم بالنظام الامريكي اخر رمز معنا في المقاومات وهي الريزيستور نيتورك وهي عبارة عن مجموعة من المقاومات السابتة لكنها متجمعة في package على شكل مشت او دايرة متكملة او IC وبيتم توزيع المقاومات بحيث تكون منفصلة او مجمع احد اطرافها وبقية الاطراف بتكون حرة وليها العديد من الاشكال ويتم استخدام الرمز الامريكي في رسمها لانه بياخد مساحة اقل في الرسم وفي كده نكون خلصنا محاضرة النهاردة وان شاء الله هنكمل في الفيديو اللي جاي بقية رموز مكونات الدوار الالكترونية او الاسكماتيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته